للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا تعقد البعثة الأممية هناك جلسة لملتقى الحوار السياسي حول مقترح القاعدة الدستورية لانتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل البعثة أعلنت أن اجتماع عضاء الملتقى سيكون عبر تقنية الفيديو ليومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من مايو الجاري لاستكمال مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية وذلك على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى خلال اجتماعها في تونس في بداية إبريل الماضي بمشاورات جرت برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وسيبحث ملتقى الحوار آليات تلك القاعدة الدستورية وفي حال توافق ملتقى الحوار على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات سيتم إحالتها لمجلس النواب لاعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري أما في حال عدم التوافق سيتم العمل بقرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014 القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب وكانت اللجة القانونية قد توصلت إلى الصيغة النهائية للقاعدة الدستورية اللازمة لانتخابات نهاية العام وتشمل آلية انتخاب الرئيس من الشعب أو انتخابه من مجلس النواب استعداداً لعرضها على ملتقى الحوار لإقرارها لكن هيئة الدستور تود إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخابات ترجمة نانسي قنقر